عيدوا فتر استثنائي تعيشه الأمة الإسلامية وقد فرضت فيه السلطات الحجر الصحي في غالبية دول العالم ما أعاقى تواصل الناس وتبادل التهاني بهذه المناسبة العزيزة الجزيرة مباشر تهديكم وأنتم في بيوتكم أجمل التهاني وسيدنا أن نقدم إليكم معايدات من الحجر الصحي والحجر الطوعي وأول معايدة معنا اليوم هي من غزة وانضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من هناك القيادة بارس في حركة المقام الإسلامية حماس الدكتور محمود الزهار دكتور محمود الزهار أرحب بك وكل عام وأنت بخير والشعب الفلسطيني بخير كيف قضيت يوم العيد في غزة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه في الحقيقة غزة قضت العيد بصورة مغيرة تماما عما شهدته السنوات العادية انقتصرت فقط على الزيارات العائلية الخاصة والمقربة يعني زيارة ابن أو زيارة بنت أو زيارة عائلة خلت من المسيرات في الشوارع خلت من الاجتماعات في المساجد خلت الجلسات من الزيارات المتعددة للأشخاص كلها في الحقيقة في إطار محافظة على عدم التجمهر وعدم كثرة الأعداد وأيضا الحرص من وسائل العدوى واتخاذ الوسائل المطلوبة في التباعد لكن لم تخلو الأسر من زيارات ومن الأعياد من مظاهر العيد في البيوت ليست هناك زيارات جماعية ليست هناك زيارات كبيرة ليست هناك زيارات أو مسيرات جماهرية ولكنها في الحقيقة ظاهرة تعاون عليها في سنوات ماضية أيام ما كان فيه احتلال وفي منع تجول الشرع الفلسطيني يقدر ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات ولذلك لا يوجد تذمر وتوجد لقاءات فردية وجماعية بأعداد قليلة ولكن في الحقيقة هو ليس كما تعودنا أن يكون عيد في فلسطين دكتور محمود الزهار إن كان من كلمة للشعب الفلسطيني الذي يشهد اشتباكاته ربما إطلاق نار لليوم الثاني في الضفة وفي القدس ماذا تقول الشعب الفلسطيني؟ نقول لحسبنا الله ونعم الوكيل في الذين يتفرجون على الشعب الفلسطيني وهو يقتل يتفرجون على الشعب الفلسطيني وأرضه تسرق وتنهب يتفرجون على الشارع الفلسطيني والمساجد تدنس وتغلق في وجوه المصلين يتفرجون على الشارع الفلسطيني وأصمطون وبعضهم يشعر بالسعادة لأن ذلك يحقق أهداف الاحتلال الإسرائيلي نشعر بخيبة أمل ليست جديدة علينا من كثير من الأنظم العربية التي طبعت علاقاتها مع العدو الإسرائيلي والتي ترى في الجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بكل وسائلها كل وسائل الإجرام ضد الأرض وضد المساجد والكنائس ضد الإنسان وضد عقيد الإنسان وضد مقدسات الإنسان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل وليس هناك وهذه ليست شماتة ليس هناك منطقة في العالم آمنة اليوم الله تبارك وتعالى يمكن أن يسلط عليهم ما هو أكثر من كورونا ولكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في من باع قضيتنا بثمن بخص ونحن نؤكد أن الشارع الفلسطيني لن يتردد عن الدفاع النفس عن مقدساته عن أرضه عن عقيدته وسيواصل بإذن الله تبارك وتعالى مقاومته بكل العسائل التي اخترعها والتي ابتدعها والتي سيخترع ويبتدع غيرها في المرحلة القادمة إن شاء الله دكتور محمود الزار ربما من العيد الماضي وحتى اليوم كانت هناك محاولات تستهدف القضية الفلسطينية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية حق العودة حقوق اللاجئين يعني ماذا تقول أقول أن هناك ثوابت لا تغير بتغير زمان ولا بتغير مكان لا بوجود كورونا ولا بغيرها الثابت الأول أن الإنسان الفلسطيني كل إنسان هو قيمة عليا عند الله تبارك وتعالى عندما شهد الله له وقال فيه لقد كرمنا بني آدم فكل أبناء آدم مكرمين وخاصة الذين يتبعون تعاليم أنبيائهم ورسلهم الحقيقية وبالتالي أقول أن الإنسان الفلسطيني تهضم اليوم حقوقه وهو صابر ومحتسب الثابت الثاني هو أن المقدسات الإسلامية والمسيحية لا يتغير موقفنا منها لا بزمان ولا بمكان لا بكورونا ولا بغيرها الثالث هو أرضنا وكل أرضنا وعندما أقول فلسطين أقول فلسطين لا ينقص ذلك شبر واحد من فلسطين نحن لا نعرف حدود ال67 إلا في فترة مؤقتة وسنلغيها من قموسنا ستكون جزءا من التاريخ للعبرة أرضنا فلسطين كل فلسطين أرضنا ومقدساتنا وشعبنا وعقيدتنا هي الآن مستهدفة نحن نعض عليها بالنواجز لن نتخلى عن أي شيء منها وسنحقق إن شاء الله معركة وعد الآخرة ونسترد حقوقنا كاملة والخزي والعار لمن باعنا في هذه الفترات الصعبة والدعاء للمسلمين كافة المسلمين أن ينقذهم الله تبارك وتعالى من هذا الوباء وأن يحفظهم من هذا الداء وأن يخفف عنهم بدواء من عنده خاصة أن بعض الدول عز فيها الدواء وعز فيها العزاء وبالتالي نقول عزاؤنا أننا إن شاء الله نقضي شهداء والمبطون شهيد والذي يصاب بالكورونا هو شهيد بإذن الله تبارك وتعالى لكننا ثابتون راسخون على أرضنا أعيننا لا تفارق مقدساتنا أيدينا لا تفارق أسلحتنا وإن شاء الله ننتظر انتصارنا دكتور محمود الزهر ربما كانت القضية الفلسطينية هي القضية الأولى للعرب والمسلمين لكن في ظل وجود أوجاع وآلام في المنطقة وفي بلاد عربية وإسلامية كثيرة وانشغل حتى هذه البلدان بنفسها أين هو موقع القضية الفلسطينية الآن موقع القضية الفلسطينية في يد أصحابها أقول المقاومين لم تتغير فظروفنا في فترات كانت أصعب من هذه الظروف عندما كانت تستهدف هذه المنطقة بست حروب في العقد الأخير حروب مدمرة هي أسوأ من الظرف الحالي الشرع فلسطيني لم يغادر موقفه لم تزغ أبصاره عن مقدراته ومقدساته وثوابته وبالتالي هذه واحدة من الابتلاءات التي نبتلى بها لكننا نقول وبثقة أن الشارع الفلسطيني تجاوز كثير من هذه المصاعب وإن شاء الله يتجاوزها في مرحلة ما قبل تحريف فلسطين بإذن الله تبارك وتعالى دكتور محمود الزهار ربما سلطات الاحتلال تعاولوا على اختراق بعض العقول العربية بعض الحكام فيما يخص الخضية الفلسطينية يعني تعليقك على ما تقوم به سلطات الاحتلال وهي ربما سعيدة بهذا التطبيع وهذا الاختراق الاحتلال يشعر بوطأة المقاومة وليس فقط في غزة ولكن الضفة الغربية والقدس مخزون مقاوم عظيم كما أن الأرض المحتلة عام 48 مخزون مقاوم كبير ليس بالأسلحة ولكن بالكلمة وفي المسجد وفي الكنيسة وفي الشوارع وفي البلديات وغيرها أخمدوا صوت القيادات في الأرض المحتلة عام 48 والتعاون الأمني المدنس أثر على مقاومة الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لكن المقاومة في قطاع غزة ومخزونها في الضفة الغربية بخير بإذن الله تبارك وتعالى ولذلك نحن نرى أنها جزء من الابتلاء هذه المرحلة لكنها لن تمنعنا ولن تعيقنا ولن تغير قدر الله تبارك وتعالى في أن نحقق أهدافنا كاملة بالعرب وبغير العرب هناك لربما شخص رجل واحد أو امرأة واحد تدعو لنا في ظهر الغيب فيستجيب الله تبارك وتعالى وينصرنا بهذا الدعاء نحن نعرف من يقف معنا ونعرف من يقف مع العدو ضدنا نحن نعرف من يحاربنا ونعرف من يطبع علاقاته مع العدو ونقول أن هذه فترة فترة اختبار فترة امتحان من الله تبارك وتعالى لمن يقف معه ومع عوانه وأحبابه من المجاهدين ومن يقف مع العدو الإسرائيلي سواء كان بالدعم المادي أو الدعم المعنوي فالله تبارك وتعالى أراد لهذه المنطقة أن تدخل مرحلة التمايز ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيثة من الطيب ولكن الله سبحانه وتعالى ما كان ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء إن شاء الله نكون من الذين اجتباهم الله تبارك وتعالى لتحرير فلسطين في دورة حضرية جديدة ترفع فيها رأية لا إله إلا الله وتسقط فيها الدولة الصهيونية ويسقط فيها عملاء الصهيونية من الذين طبعوا علاقاتهم من الذين باعوا أرضهم ومقدساتهم وثرواتهم للاحتلال سواء الاحتلال الأمريكي للعقول أو الاحتلال الصهيوني للأراضي أو للسياسات نحن نشعر اليوم أننا أقرب إلى الله تبارك وتعالى من أي وقت لأن هذه المصائب تشتد علينا وكلما اشتدت كلما أجرها إن شاء الله جزيل دكتور محمود الزهار بما ترد على ما تقوم بسلطات الاحتلال من تهديد بضم أراضي الضفة الغربية وأراضي فلسطينية هذا التهديد قائم وهو في الحقيقة هو ضم عمليا لأن قضية التنسيق الأمني كانت بتحارب المقاومة في هذه الأراضي هذا درس حقيقي للسلطة الفلسطينية في رمالله أن تكف عن تعاونها الأمني وأن تعلن تخلصها وتبرؤها من اتفاقيات أوسلو وأن تطلق يد الشرع الفلسطيني ليقاوم الاحتلال المرأة الفلسطينية عندما قررت مع الأطفال مع الشباب مع الرجال أن تحارب مشروع البوابات الإلكترونية نجحت ارفعوا أيديكم على الشعب الفلسطيني وستجدوه شعبا يستحق أن يحرر أرضه وأن يكون في طليعة الدول التي تقيم ثوابتها على أرضها بكل شرفة بكل عزة نحن نؤمن بمعركة وعد الآخرة نؤمن بأن وعد الله تبارك وتعالى لنا حق نؤمن بأننا إن شاء الله سنكون في طليعة دورة حضرية جديدة ليس فيها كياس صهيوني وليس فيها عملاء لا في فلسطين ولا في المنطقة المحيطة بها ولا في المنطقة العربية نحن أمام قد يظن البعض أن كورونا ستأتي لتقضي على المقاومة أو تضعف المقاومة بل العكس نتائج كورونا هي أضعف كل من يقف ويؤيد الاحتلال الإسرائيلي من الغرب للمساء الصليبي ومن العرب المطبعين وأيضا من المتعاونين أمنيا معهم قد يكون في هذا الوباء خير للشعب الفلسطيني إذا أحصل تقربها إلى الله تبارك وتعالى ولجأ إلى الله ولم يلجأ إلى غيره فهو القادر بإذن الله تبارك وتعالى إضافة إلى الإعداد البشري الإعداد العسكري الإعداد النفسي لتحرير فلسطين وعندها ستكون هذه إن شاء الله منحة من الله تبارك وتعالى يمكن أن نستخدمها لتحقيق دورة حضرية جديدة ليس فيها احتلال للمنطقة دكتور محمود الزهر وأنت معنا أرجو أيضا أن تعلق على ما قامت به السلطة الفلسطينية من مقاطعة الاحتلال وأيضا مقاطعة كل التنسيقات الأمنية وغيرها خلال الأيام الماضية هذه في الحقيقة تصوري الشخصي أنها محاولة لركب الموجة المطلوب ليس المقاطعة المطلوب الآن اتخاذ خطوات عملية تقول أن المشروع الذي جاءوا به وهو مشروع حل الدولتين مشروع التعامل الأمني المدنس مشروع الرضا بالتعاون وتقسيم الأراضي مشروع الرضا بالحدود السبعة وستين والتنازل عن الأرض المحتلة عام 48 مشروع الرضا أن القدس الشرقية غير القدس الغربية مشروع الرضا أن الأغوار يمكن أن يتم التفاوض عليها عليهم أن يخرجوا من هذه العباء المدنسة وأن يعلنوا مسؤوليتهم عن ما جرى وأن يتحملوا مسؤوليتهم في المرحلة القادمة أو يتركوها لبرنامج المقاومة حتى يستطيعوا إن شاء الله أن يرمموا ما تم تدميره في الفترة السياسية السابقة دكتور محمود الزهار إن كان من كلمة أخيرة للمسلمين من أرض فلسطين إلى العالم العربي والإسلامي ماذا تقول؟ أسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والنجاح أسأل الله تبارك وتعالى لكم أن يحفظكم من هذا الوباء ومن كل وباء وأن يرده عنكم وأن يحفظكم جميعا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمكم دعم القضية الفلسطينية في هذا شرف عظيم أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمكم أن تدعو الله تبارك وتعالى لنا أن نحقق معركة وعد الآخرة وأن تزوروا المسجد الأقصى محررا وأن يزوروا كنيسة القيامة محررة وأن يذهبوا إلى أرض محتلة عام 48 ويزير الأصنام التي وضعها اليهود في هذه المناطق وأن يرفعوا اليافطات والأسماء المدن التي وضعوها وأن يشرفهم الله بالتبارك وتعالى بوضع أسماء الشهداء هنا أقول لكم نحن بإذن الله تبارك وتعالى لم نفقد بوصلتنا ولا إحساسنا بأن العالم العربي والإسلامي عالم حي لا يموت طالما بقيت فيه لا إله إلا الله لكن الله تبارك وتعالى في هذه الفترة بيميز الخبيث من الطيب والله تبارك وتعالى لا يطلعنا على الغيب قد يكون في الغيب خير كبير إن شاء الله ولذلك أسأل الله تبارك وتعالى لكم السلامة وأن يرفع عنكم هذا الوباء وأن يرزقكم صلاة في المسجد الأقصى محررة وعندها ستدركون كم كنا نحن على صواب وكم كان غيرنا على خطأ كل عام وأنتم بخير كل عام وأنتم بعافية وصحة وبركة من الله كل عام وأنتم أقرب إلى المسجد الأقصى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته عليكم السلام ورحمة الله القيادة في حركة المقاومة الإسلامية حماس الدكتور محمود الزهار شكرا جزيلا لك